يا من إليه الوجوه خاشعة ومن عليه في الكون معتمد مددت كفي إليك متهلا وأنت حسبي فلا ترد يدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمل عنوانه هذه الحلقة روح العبادة الجميع منا يعبد الله سبحانه وتعالى ويطقن العبادة أحيانا بل ويتفنن فيها كثيرا ولكنه دائما يردد بأنه لا يجد متعة لهذا الشيء فهو يعبد الله سبحانه وتعالى فقط من باب أنها فرض ومن باب عدم المسائلة يوم القيامة على قلة أدائها روح العبادة هي المحرك التي تعطي العبادة اللذة والاستمتاع كيف نستمتع في هذه العبادة؟ كيف نشعر أن العبادة رغبة وليست مجرد فرض ينقذني من نار جهنم ويدخلني إلى الجنة؟ نحن نعبد الله سبحانه وتعالى ونحاول دائما أن نبتعد عن الكسل والفطور والملل وللأسف هذه من أكثر الشكاوى التي تتردد كثيرا على بعض الدعاء حينما يسأل السائل أو تسأل السائلة لماذا أقرأ القرآن وأنا أشعر بالملل وأصلي وأنا أشعر بالفطور وأمارس بعض العبادات الدينية وأنا كذلك لا يجد لدي أي رغبة أو طاقة أو نشاط إذن بإذن الله سنتكلم عن موضوع روح العبادة أقصد بروح العبادة المحرك الذي يدفع عني لأداء العبادة برغبة ونشاط مع تأثير العبادة على أثر يسويك كيف هذا الكلام؟ وما الدليل؟ على أن روح العبادة أصبحت لدينا ميتة فالإنسان عبارة عن جسد وعن روح وحينما تخرج الروح من جسد الإنسان يطلق عليه لقب ميت إنه ميت لأنه بلا روح كذلك العبادة حينما تسحب منها الروح تصبح بيتة يعني لا أثر لها على السلوك ولا أثر لها على النفس ولا أثر لها على الجوارح وهذا ما نشكو منه اليوم ألا وهو ضيق الصدر ظلمة وحشة اكتئاب ملل كل هذه الأمور إن دلت على شيء فدل على أننا نعاني معاناة كبيرة في موضوع روح العبادة كيف نصل إلى روح العبادة الحقيقي؟ كيف اكتشف العلماء هذا الموضوع؟ وكيف تعاملوا مع من قبلنا؟ بصراحة هناك علامات تظهر تدل على أن روح العبادة قد ماتت لدى البعض منا أو لدى الأغلب أول علامة من هذه العلامات هي غياب الأخلاق نرى عباد نرى ناس قد تحلوا يعني بعبادات كثيرة لكن لا نرى أخلاق لا نرى سلوكيات فلنحن لا نريد فقط أن نرى الصف الأول مثل نراه بالصف الأول وهو ملتحي ويحفظ القرآن وهي كذلك ولكن لا يوجد عليها أي أثر لا سمح الله من هذه الأثار إذن هذا أول مؤشر لدينا ألا وهو مؤشر غياب الأخلاق لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في الحديث النبوي قائلا أقربكم من منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه وليس أكثركم عبادة ولا أكثركم صوما الأخلاق هي نتيجة نتيجة لتأثري أو لفعل العبادة بالطريق الصحيح وهذا ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا للرجلين الذين قاموا الصلاة أمامه أن هناك فرق بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض إذن هناك شيء اسمه روح العبادة المؤشر الثاني على موت الروح في عبادتنا هو أن نهتم بالأرقام فقط نهتم فقط بالأرقام حفظت 27 جزء سبحت ألف مرة استغفرت ألفين مرة جميل جميل هذا الكلام لكن الخطأ كل الخطأ في أن نجع للعبادة فقط عبارة عن أرقام لا تتجاوزها وهذا بصراحة يصبح مشكلة لدينا أيضا غياب المتعة واللذة والرغبة الجامحة في موضوع إقبالي على العبادة فأشعر أنني أقبل بثقل هناك نوع من أنواع الثقل على العبادة وليس أداء العبادة بشكل نشط أو كما يكون نور الرسول والسلام حينما كما يصف أحواله هو والصحابة في العبادة طيب كيف أعرف أن الروح قد سيطرت علي؟ وأنني من أصحاب الروح في العبادة وأنني أحيي هذه الرقلة أمتها ابن القيم تكلم في باب سماه سيطرة الروح عن أن هناك علامات تظهر على الشخص تدل على أن الروح مسيطرة عليه أكثر من الشكليات أقصد بكلمة الشكليات هي تدين الشكلي فقط تدين الذي لا يتجاوز الشكل والمكان والزمان يعني أنطلق إلى الحج مثلا لا أتجاوز الطواف والسعي والمروى كونهم أركاب حياتي وليس معاني كذلك أصلي ركوع سجود قيام فقط لا أستحضر المعاني ولا العظمة أو الحضرة الإلهية أو القدسية التي تتكلم عنها العلماء أصوم لا يتجاوز موضوع الصيام عني الانتناع عن الطعام الشراب وشهوة الجنس فقط غير ذلك لا أتقن أي شيء من غذاء هذا الرقم الرهيب الصيام للروح كيف أشعر أنني أتعامل مع الروح فعلا تعامل جاد أولا كل ما زاد في علمك يزداد من تواضعك الإنسان الذي يزداد تواضع كل ما زاد علما هو إنسان الروح مسيطرة عليه ثانيا كل ما زاد الله في عمري قل حرصي على بعض الأمور يعني أحيانا نشعر أن الناس تتكالب على الحياة وتحرص على الاكتناز وتحرص على الانتلاك هذا الشخص الذي سيطرت عليه الروح كل ما يزد أمره يصبح في مرحلة سموها العلماء المرحلة الملكية يتغافل يتجاهل يتنازل عن كثير من الأمور هذا من علامات سيطرة الروح أيضا كل ما زاد في عمله العمل كل ما زاد في خوفه وحرصه أي أنه يخاف ويحرص دائما هل يتقبل الله مني هذا العمل أمه هذه علامات سيطرة الروح حينما تشكو الروح ماذا تقول؟ حينما يشكو الجسد يصف ألم في الأذن، ألم في العين، ألم في الحلق، ألم في الأقدام، في المفاصل، في العظام، ويقوم بالتوجه إلى طبيب ليأخذ جور عمن مضاد الحالي لكن حينما تشكو الروح، كيف تشكو؟ سؤال مهم، تشكو الروح بضيق الصدر، بالاكتئاب، بالهم، بالحزن، بعدم السعادة بالرغم من توفر كل الأمور وهذا ما لمسناه واضح عند الغرب حققوا جميع النجاحات المادية والتكنولوجية لدرجة أننا أصبحنا نقارن أنفسنا دائما بهم وننظر إليهم إلى النظرة الأعلى منا دائما لكن الحقيقة أن لديهم مرض تفشي، مستفحل، ألا وهو الخواء الروحي لذلك يكثر عندهم الانتحار، يكثر عندهم أيضا الابتئاب والتوجه إلى العلاج لهذه الأمراض التي تصيب النفس والروح والقلب هذا الكلام غير موجود بإذن الله عند المسلم أو المؤمن إن تعامل مع العبادات كغذاء روحي فأذكار الصباح والمساء غذاء روحي، الصلاة والسجود غذاء روحي يعني حينما تصف سيدة عائشة النبي وتقول كنت أنظر إليه وهو ساجد وكنت أظنه قد قبض من شدة طول هذه السجدة غذاء روحي حينما يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام صوم الوصال كما تكلم عنه الصحابة ويسأله الصحابة أنه كان يصوم بشكل متوالي نريد أن نصوم مثلك فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم وإني لست كهيئتكم لا، نصوم مثلي وإني يطعمني ربي ويسقيني هكذا نصوم قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة استوجعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة